بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين نتواصل مع حضراتكم لنلقي الضوء على بعض الموضوعات المهمة التي تحتاجون إليها والموضوع اللي هنتعرض له النهاردة هو دفع مهم هتقابله كتير في أضاياك وفي مشاكلك وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها هو من الدفوع المهمة والجوهرية التي يلزم على المحكمة أن تتناوله بالبحث والفحص والرد عليه وهو تنظمه المادة 116 من قانون المرافعات وهو دفع متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد أن يصل إلى علمها بشكل رسمي ثابت أن هذه الدعوة ترحت على بساط البحث وتناضل فيها الخصوم ويمتنع على الخصوم ولو باتفاقهم أن يعيدوا الدعوة على بساط البحث متى تم الفصل فيها مفاد هذا أن الدعوة إذا أقيمت لا يجوز أن ترفع مرة ثانية وإذا أقيمت مرة ثانية بشأن ذات الموضوع قضي فيها بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها وهذا بيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والسبب والموضوع إذا تخلف شرط من الشروط التلاتة لا ينطبق مبدأ عدم جواز نظر الدعوة إذا اختلف الخصوم أو اختلف السبب أو الموضوع لم نكن أمام دفع بعدم جواز نظر الدعوة أما إذا اتفق الخصوم والموضوع والسبب فإننا أمام دفع جوهري هو الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيه بتقدم شهادة من الجدول وصورة رسمية من الحكم في الدعوة التي قضي فيها والمطابقة للدعوة الماسلة ثم تدفع بالدفع المذكور تنتهي الدعوة بعدم القضاء بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها في الدعوة رقم كذا يستوي في ذلك أن يكون الحكم صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل فلا يجوز إقامة الدعوة مرة أخرى وإن كان يجوز إقامة دعوة بطلان حكم يعني إذا الحكم في بطلان تتعرض للبطلان أما عدم الجواز فهو أمر قائم حتى ولو كان هناك خلل في الحكم لأنه حكم صدر وأمر يتعلق باحترام الأحكام القضائية والإلا من ذلك حتى لا تتعرض الأحكام القضائية يعني لو رفعنا دعوة ثم رفعنا دعوة بذات النزاع الثاني وقضت محكمها بأمر ثم قضت محكمها أخرى في ذات النزاع بحكم آخر مغاير للحكم الأول مسألها تفقد الثقة في الأحكام القضائية ويحصل تعارض في الأحكام القضائية فالمشرع علشان يضمن عدم هذا التعارض منع جواز نظر الدعوة إذا ما طرحت على بصات البحث سابقا وصدر فيها حكم قضائي وشروطه وحدة الخصوم بصفاتهم في الدعوة والموضوع والسبب كما ذكرنا ويجب للتمسك بهذا الدفع تقديم صورة رسمية من الحكم السابق الذي يتمسك به مبد الدفع ويكون للمحكمة أن تأمر بضم الدعوة السابقة في سبيل التسبت من توفر عناصر الدفع ويجب أن يتمسك ويجب أن يتمسك بهذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقل يعني هذا الدفع لا يسقط أبدا ويجب أن يبدأه في أي مرحلة وفي أي إجراء من إجراءات التقاضي حتى ولو أصير لأول مرة أمام محكمة النقل وعلّة ذلك كما ذكرنا احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوة وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابه طعا 607 سنة 40 قضائيا لسنة 40 قاف جلسة 21 أربعة سنة 1980 ويسري هذا الدفع ولو كان الحكم السابق حكما جنائيا يعني إذا في حكم جنائي وفصل أيضا في دعوة مدنية مرتبطة أو كان يبغي الفصل في دعوة مدنية مرتبطة سبق أن فصلت فيها المحكمة يجوز إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها ولكن هيكون الأمر متعلق بدعوة جنائية مدنية أما الجنائية مستحيل أنها تكون مرتبطة بدعوة جنائية وكون فيها عدم جواز لسابقة الفصل فيها لعدم اتحاد الموضوع والسبب ده جنائي ده مدني إذن مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقاعة التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام محكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي يقتضي أن يكون هذا الحكم مقدما إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقييد به من الوقائع طعم 519 السنة 46 قضائية جلسة 12-4 سنة 80 أيضا الحكم الصادر بإثبات ما تصالح عليه الخصوم بمحضر الجلسة لا يحوز أي حجية لأنه إن أعطي شكل الأحكام لا يعتبر حكما قضائيا يصدر عن المحكمة من خلال سلطتها الولائية وليست دعوة تناضل فيها الخصوم وأبدأ فيها كل اندفاعه ولكن انتهت صلحا دون أن تطرح على بساط البحث الطعن 668 السنة 42 قضائية جلسة 16-3 77 استثناء من هذا الأمر الأوامر على عرائد المادة 195 من قانون المرافعات أجازت للقاضي أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لعمر سابق على أن يسقر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد نتيجة ذلك نخلص إلى أن الأوامر على عرائد يجوز تقدمها أكثر من مرة كلما جدت أسباب لإصدارها ولا تخضع للدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة